دولالد ترامب هو أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية حتى وهو يخوض محاولة أخرى للأصول إلى الرئاسة في 2024 إجراءات قانونية ستلي الاتهامات الجنائية لترامب وستؤدي لبدء محكمة جنائية ذات خصوصية كبيرة ويمكن أن تعيد رسم سباق الانتخابات الرئاسية في عام 2024 عندما يتم توجيه الاتهام إلى شخص ما تظل التهم سرية حتى مثول المدعى عليه لأول مرة في المحكمة أحيانا وعادة تتخذ المحكمة ترتيبات مع المتهمين أو محاميهم لتسليم أنفسهم أو يسلم المتهمون أنفسهم طواعية لسلطات إنفاذ القانون ومع مثولهم لأول مرة أمام المحكمة يتم تسجيل المتهمين وأخذ بصمات أصابعهم وفي حال الظهور الأول لترامب أمام المحكمة فمن المتوقع أن يطلب محاميه التماساً وبعدها تتم مناقشة شروط الإفراج مثل قيود السفر أو الحجز في المنزل ويتم إبلاغ المتهم بحقوقه وسيتعين على ترامب الخضوع لإجراءات معينة يجب أن يمر بها أي متهم عندما يتم توجيه تهمة إليه لكن وضعه كرئيس سابق وسيترشح مرة أخرى لرئاسة سيضفي مزيداً من المخاوف الأمنية والعملية في خطوات قضيته